اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم اللي احنا شفنا دلوقتي ده فيديو في منتها العامية ده اشهر فيديو لحد بيش اخر على مستوى اليوتيوب على مستوى السوشيال ميديا مشهور اول فيديو ده في منتها الخطورة ده السجل لانسان جوه الانتنسف كيري يونيت جوه العناية المركزة الشخير ده موضوع في منتها الاهمية في منتها الخطورة للطبية ليه معالميا وجدوا انه اللي بيعمل الصوت مرتفع اثناء النوم اللي هو الشخير يعني باللغة المصرية المعروفة ده جمجمته اقل او انحف او اقل سماكة من جمجمة الناس الطبيعيين اللي ما بيحصل لهم شي هذا الصوت بمقدار واحد 23% من الميلي واحد ميلي و23 يعني واحد وثلت ميلي انحف ده ممكن يؤدي الى تسرب النخاع الشوكي او السائل الدماغ الشوكي ده ممكن يكون في منتها الخطورة على مستوى الحياة لكن الشخير ممكن زي ما انتم شفته في الفيديو ده يؤدي الى انه تنفس الانسان يتوقف يقل وده ممكن يؤدي الى سكتة قلبية او زبحة صدرية سكتة دماغية ومشاكل اخرى ده موضوع في منتها الاهمية طبعا ده غير العيب الاجتماعي او المشكلة الاجتماعية انه من اسباب الطلاق اللي محدش بيجيب سرتها هو الشخير تعالوا نهاردة نشوف هذه القصة ونشوفها على مستوى العلمي وعلى مستوى الكلينيكي نشوف النهاردة لأول مرة حالة بتتكلم على الموضوع دوت وطبعا ضيفي عزيزة علينا جدا اسم كبير في عالم الأنف والأذن والحنجرة اسم كبير في عالم التعامل مع مشاكل النوم ومشكلة الشخير لان ده تخصص لوحده ضيفي العزيزة لأستاذ الدكتور هشامي إبراهيم اهلا بيك دكتور هشامي اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك شرف كبير لنا هذه الزيارة ومهمة جدا شرف لي طبعا وطبعا بيشرفنا برضو وسعدنا ويضيفها طبعا يعني عزيزة الحجة بوسينة أحمد اهلا بيك يا حجة بوسينة اهلا بيحضرتك منورة ده نورك يا ذو حجة بوسينة إحدى مريضات يعني الدكتور هشام والحياة منوران النهاردة وقصة مهمة جدا هايزة تكلم الأول لأنه في ناس كتير علميا هتسأل ما هو الشخير علميا ما معنى كلمة الشخير الشخير حاضرتك بصفة عامة زي ما الناس كلها عرف صوت عالب يصدر أثناء النوم لكن هو السؤال أي صوت عالب يصدر أثناء النوم هو ده الشخير بنعتبره شخير وبندخله دحت علاج للشخير لا طبعا الشخير العادي اللي ممكن يحصل كل أسبوع مرة كل أسبوعين مرة حد رجع تعبان حد صهر بالليل قوي واتطلع صوته نايم مش هو ده الحياة اللي بنعتبر لكن احنا الشخير بنقسمه اسمين مهمين جدا لو بنسميه السيمبل اللي هو الشخير اليومي بصوت عالي النوع التاني وده الخطير جدا 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 اللي احنا بنسميه وبستركتف سليب أبنيا وهو اللي بيصحبه صوت عالي بيصحبه توقف للنفس أثناء النوم وهو ده الحقيقة اللي احنا بندور عليه وطبعا ده هذا اللي يمنع نحنا بندور أساسا على النوع الأولاني عشان ما نوصلش للنوع التاني مهم ايه الأسباب اللي خلي إنسان يحصل له الشخير شوف حديثك أسباب بسيطة جدا كل أسباب الأنف والأذن عشان ما نحصرش كلمة شخير في تخصص الشخير فقط الأنف والأذن أي سبب فيها من أول الأنف بيحصل انسداد ولا أي سبب في مجرى التنفس من أول الأنف لغاية الحنجرة بيسبب الشخير بمعنى بمعنى الأنف لو فيها لحميات لو فيها غضاريف لو فيها حجز أنفي لو فيها أورام لو فيها جيوب أنفية لو فيها لحميات كل الكلام ده يسد الأنف والعيان يفتح بقه بالليل ويبتدي الشخير يحصل الحل لو فيه تضخم في اللوز لو فيه تراهل في سقف الحل اللي ها التهبات مزمنة في الحل يحصل شخير ننزلنا تحت منطقة الحنجرة البجلوتس أو اللسان المزمار أو أي شيء في الحنجرة كل الأسباب دياً بتسبب الشخير الصورة دي الناس كتير بتشوفها في كتب الأحياء أو بتشوفها على النت بيش فاهمين إيه ده بالضبط ده الحلق الطبيعي أن أي حد فينا بيفتح بقه يلاقي المنظر ده يعرف أنه هو حلق طبيعي إحنا شايفين الجزء الخلفي من الحلق قدامنا سهل جداً وشايفين اللهاو شايفين اللوستين في الجنب أي شكل تاني وده سهل جداً أي مريض أو شخص عادي يفتح بقه في المراية هشوف المنظر ده لا المنظر دو يبقى هو طبيعي أي منظر تاني من اللي هنشوفه بعد كده للأسباب الشخير اللي احنا قلناها زي تضخم اللوستين حاجة فظيعة جداً لو حاجز أنفي زي ما قلنا لو أي الأسباب اللي احنا قلناها هو ده وده حاجز أنفي زي ما احنا شايفين كل الأسباب دياً هي اللي بتسبب الشخير حاجة بوسينا يعني يعني قليل في المجتمع المصري اللي كان بيتنبهوا الموضوع الشخير ده فحكي لي الأول إيه لعصب هو الأول طبعاً إيه جوزي كان يقول لي أنت بتشخر جامد قوي أقول له لأ أنا ما بحسش أن أنا بشخر ما فيش حد بيعرفه أوه قال لي هسجلك سجلك فعلا لا بجد بجد قال لي هسجلك عشان بقولك مش بتصدقي فحلقيت روحي بسج يعني بشخر جامد قوي بعدين ما حطتش في دماغي بعد كده بقى إيه جاني اختناء أبقى نايمة بقى يجين اختناء بالليل وقوم أقعد مش قادر يخد نفسي اضربت القلب بتاعتي سريعة اضغط على طول عند عالي مبهدمش الأكل فبقيت تعبانة فا شفت بقى دكتور روحت لدكاترة كتير طبعا علاج بقى ينايمني مسكنات وتناوم وكدا فشفت دكتور هشام فروحت لحضرته اللي قيته بيوصف الحالة بتاعتي كأنه كان بيكشف علي فروحت له وقال لي دا انت عايزة عملية فورية قلت له ماشي أوكي عندي كم سنة قلت له عندي ستة وستين سنة قال لي ما انتش خايفة قلت له لأ يعني سنة مش خايفة بناديك الصحة الربنا يبارك لك فطبعا الجيران وولادي وقريبي بقى يقولولي انت كبيرة وغلط وانت تضماني نفسك قلت له مبصة قدام بتاع ربنا أما عيش أنا كويسة يومين أبرك معيش إن أنا تعبانة لعمر كله عملت العملية بعد العملية إيه اللي حصلتها؟ الحمد لله أه يعني ضربات القلب خلاص كانت عضلة القلب كل ما روح للدكتور يقولي عضلة القلب بتاعتك متضخمة دلوقتي الحمد لله الضغط طبعا كنت باخد اتنين كنكور الصبح وبالليل دلوقتي باخد واحدة بس الحمد لله كان مناخيري على طول باستمرار بينزي في دم دا كده ما الضغط كان يبقى عادي اه وكان زوري برضو يجيب دم الله بعد ساعات كان يجيب دم فقا جت وضى ألاقي دم نازل وزوري أؤمن إنهم ألاقي مسدود بلغم مليان بلغم مش قادر أخد نفسي كسلانة بقى طول النهار مش قادر أعمل دا كله تحسب الحمد لله بفضل ربنا ودكتور رايش إيه اللي إزاي شخصنا إن دي حالة فعلا حالة شخير حقت خير شوف حاضرتك الحمد لله إحنا المركز عندنا متخصص للاستقبال الحالات من داخل وخارج مصر في أسرع وقت بحيث العيان من هو برا بيعمل كونتاكت معي لو في فحوصات بيعملها لو بيبعث لتصوير حلقه من هو هناك وتقريباً بتشخص مبدئياً وبييجي يوم ما بيجي بيتعملوا العمليات في يوم في نفس اليوم لأن الحمد لله مركز عندنا مجهز بكل الفحوصات اللازمة زي ما حضراتكو شايفين ده جهاز ريديو فريكنسي أحدى الجهاز ريديو فريكنسي بحاجة عندنا كل أجهزة اللازر موجودة سواء كان الجهاز السوفت ليزر اللي حنا بيستخدمه اللي حضراتكو شايفين وده برضو بيستخدم في حالات الفيشيل أو العصب السابع طبعاً بيتشخص بالمناظير سواء كانت الرجد والفليكسبول طبعاً هو قاعد بيطلع التقرير بالصورة وبالتقرير دي حالة برضو كنا بنعملها والحقيقة النهاردة جبنا في المركز أحدث جهاز لعلاج الشخير واستقصال اللي هو واس بدون نزيف بدون ألم وفي أسرع وقت كوبليشن اللي هو الجهاز بلازما كوبليشن ده الحقيقة بيشتغل على الانرجي اللي هو قدام حضراتكو ده بيشتغل بالانرجي بيعمل بلازما فيلد بلازما فيلد دي بتعمل بنتريشن ديبت يعني يا دوبك طبعاً باستخدام المية كمان حاجة حاجة تكنولوجيا حديثة جداً بيقلل بيقلل التأثير الحراري على الأنسجة لدرجة كبيرة جداً يكفي أنا أقول لحضرتك إن الجهاز ده بدل ما كنا بنشتغل بدرجة حرارة مثلاً لو بنقطع ليزر درجة حرارة 500 ده بيشتغل بدرجة حرارة 40 تخير حضرتك بنقلل التشو إفاكت أو الثيرما التشو إفاكت من 500 ده 40 العيان بعديها بيقوم وخاصة الأطفال الصغرين من الألم ما فيش ألم خلاص في اللوز انتهى الموضوع ده خلاص العيان بعديها بيقوم بيقوم ويتحرك وينزل ولعب ما فيش ألم تقريباً خالص وهو ده الحقيقة اللي بيميز المركز عندنا إن إحنا العيان بيجي وده الكوبليشن تنسلوكتو بنعمله لو حقيق شفت الجهاز اللوزة الواحدة بتاخد أقل من دقيقة ده فروم إيتوزين زي ما حالتكم شايفين من غير دم من غير فيه سائل بينزل اللي هو المية هو ده اللي بيعمل تبريد أثناء العملية العملية بالضبط بتاخد ديها والمنظر ده بيحصل بعدها العين بيقوم وبيتحرك وبينزل ومفيش أي حاجة أخرى ده أحدى سجهاز في العالم عزيب ده لو كان المشكلة بتاعت شخير اللوزة تير بالضبط كده تب افرد المشكلة في الحاجز الأمر هو براهب على حضرتك هو ده أنا بقول عليه عشان كده تشخيص الشخير محتاج أولاً محتاج استشاري وخبير في علاج الشخير دي المرة واحد مع احترامي لكل ده كاترة الأنف والأوزن على راسي من فوق لكن بيحتاج هذا التخصص الدقيق لأن احنا بنعمل زي ما قلت الحاجة فيبر أوبتيك اللي هو منظر بنشوف فيه مجرى التنفس من أول أنف لغاية الحنجرة جزء ملي ملي وجزء وجزء اي أو ا 700 فيه بيتعامل معاً سواء كان بقى بنعمل عملية العشان كده عحنا بنسمي عمليات الشخير عمليات المراحل المختلفة مش مراحل مختلفة في 3 عمليات لا هي عملية واحدة ولكن ممكن في عملية واحدة بنشتغل في الأنف بنشتغل في الحلwick وبنشتغل في الغضري في الأنف وبنشتغل في الحنجة بنشتغل في كل حاجة هي عملية واحدة في اللسان بنشتغل في عملية واحدة بحيث هي one sitting operation حاجة بوزينا دلوقتي بقى يعني بتنامي من غير صوت صح؟ الحمدلله طب مين علق على حكايات اللي انت مفيش صوت دلوقتي ولا محدش خد باله؟ لا معايا بنتي وبنتها السويرة اه بنام عادي اه قالوا لك مفيش اي صوت دلوقتي لا 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 ما كانوا طب لما قلتلهم طب قبل كده ما قلتوليش ليه ولا وهم ما كانوش با كان الاستاذ عايش فما كانوش بيخشوا معايا في غرفة النوم كان هو اللي معايا واللي بقى يقولي اه فدلوقتي بنتي وبنتها بيناموا معايا اه فهم بقولهم انا ايه احوالي يعني بتاعتي وكده يقولوا لا عادي يا ماما وبعدين انا كنتي بنام مش بنام على المخدة عادي كنت بنام نص نومة كده مش بقدر انام كلي على المخدة عشان اخاف من الاختناء كنتي عارفة حصي اه انا كنت بقوم من النوم من الاختناء النفس بي تقيتة ومش قادر أنام مش قادر أخذ نفسي كنت أقوم أقعد آه ألف سلم الله يسلم ده اللي لفت نظري يعني كمان أكتر لا ألف الحمد لله على سلامتك الله يسلم حضرتك شوفتك النهار ده حاجة أنا سعيدة جدا وأنا بشوفك باستمرار الله يحفظي بتشكريه العافية نورتك دكتورنا الحقيقة الدكتوري ريشانبي أنت نورتنا النهار ده وأسعدتنا بحوار مسير ومهم للغاية عنا وضوع غايب على المجتمع المصري فاهمه وعلى المجتمع العربي وعتقدها تفرق أو الحلقة دي مع ناس كتير أوي أنهم يفهموا يعني إيه شخير وخطرته نورتنا يا فنطر أهلا بكتور ضيف العزيزة لسؤس الدكتوري شامبراهيم طبعا صاحب دكتوراه واستشاري الأنف الأزول والحنجرة واستشاري الألاج بالليزر من كل الطب جامعة القيارة وزمالة الجامعية العالمية للشخير وأمراض النوم وزمالة الجامعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأستاذ الزائر بمستشفى روية الكري العالمي بالخرطوم الأسم الكبير في هذا المجال كان في واحدة من أصعب وأهم وأخطر المواضيع الطبية التي ربما لا يعلم عنها الكثير أي شيء أنا فيه ناس النهاردة وهي بتسمع الكلام ده هتقول أنا ما كنتش عارفة الكلام ده خالص وفيه ناس أساساً ما تعرفش إنها بتشخر سهل إن هو يعرف يسأل أي حد بينام قريب منه ولو هو بينام لوحده هيحط جهاز كاسيت جنبه ويسجل ويصحى من إنهم يسمع اتعاملت في فيلم قبل كده هاني الأستاذ هاني رمزي عملها في فيلم قبل كده وكان جومي جداً في الرأكشن بتاعه لما اكتشف إن هو بيشخر كان اسمه محامي يقوله طبعاً كانت قضية الطلاق من ضمن حاسياتها اللي هو كان يتخيله بقى الشخير ما أنا عارف إن هي كان الحاجة تانية غير الشخير الأولاد الشباب بيقولي يا كانت حاجة تانية ماشي يا عم بس الشخير من الأسباب الخطيرة جداً للطلاق فخلي ملكو مهمة قوي إن إحنا نعرف العلاج ومهمة إن إحنا نعرف نشخص هذه الحالة مبكراً عشان ما يحسنناش لا قدر الله كارثة من كوارث هذا الشبح الخطير اللي اسمه الشخير خليكوا دايماً مع ناس الحال متى نعتبر إن هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي ده أول سؤال والسؤال التاني الضمني أسباب الضعف الجنسي الأكثر شهرة إحنا بنقول إن إحنا الشخص ده غير قادر على بداية أو استكمال العلاقة الجنسية بشكل مرضي له وللطرف التاني أو الزوجة في أكتر من 80% من مرات العلاقة الزوجية مع بدايات يعني أدوات الفحص أو الأشعات الجديدة أو الحاجات الطبية الحديثة بدأنا نشخص الأسباب العضوية اللي ما كانتش بينه فرفعت نسبة الأسباب العضوية إلى 50% و50% الأسباب النفسية الضعف الجنسي يبقى مشكلة كبيرة جدا إذا لم تحل ومشكلة تنتهي وتختفي إذا ذهبنا المتخصص وأوجدنا الحل اشتركوا في القناة